السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بكل المشتركين معي في القناة. وبرحب بالمشتركين الجداد معي في القناة. وبشكركم على التعليقات. آآ النهاردة آآ قراءة عاطفية لموليد برج السور. آآ نبدأ برج السور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج السور. برج السور في الفترة الاولى من الكراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. آآ هيكون عندكم في الفترة دي يعني النهارة العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. آآ لكن يا برج السور الطارد بيحذرك في الفترة دي من العناد. لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده. يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب آآ هيكون عندك شوية عناد كده. آآ تخلي بالك منهم. آآ شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. آآ ممكن برج السوري يعني في امور آآ آآ انت بتفهمها غلط في امور كتير انت بتفهمها غلط. او تكون ردود افعالك مش مش ملأم للموقف يعني نش على قد الموقف. او غير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة. في المدة الاولى برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندكو احتمال كبير مقابلة الشخص مناسب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحبه انت بادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج السور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. في طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية غيرك. وفي طاقات مائية ونارية كمان. طيب يلا نشوف حكاية السور مع الابراض دي. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج السور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية. اه حابب تطور من نفسك على المستوى العملي وشايفك بتفكر يعني انك بتوصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير الجديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفك متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفك مصمم عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل بايه. وطبعا بالتوفيق اه لكل مواليد برج السور. النحية العاطفية شايفة اه عند مواليد برج السور شايفة انفصال شايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج السور. بعضوك عايش حالة من القلق والانتظار بعد انفصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه يعني لسه بتحبه لسه نستنيه يرجع يعني رغم انك مش بتظهر ده شايفك مش بتظهر ده على الاقل اللي حواليك شايفه فيش تياء وحنين من الثرفين يا برج السورة يعني عند بعضكو الحبيب برضو تعبان وبيفكر فيك باستمرار بيفكر كمان يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده عايش فترة تفكير وحساب للنفس يعني شايفه بيحاسب نفسه وبيحسبك انت كمان بيحسبك بينه وبين نفسه يعني كأنه بيعدك او بيلومك هو تعبان جدا بس رغم كل تعبه ده انا شايفان مش عايز يتكلم في الفترة دي بعضكو اتقفل الاتصال من ناحيته بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اشوف هيعمل ايه او هتروح لفين العلاقة بس شايفة في بعضكو فيه الاتصال اتقفل تماما عشان كمان فيه كمان او شايفة عند بعضكو محكمة شايفة محكمة والطرف التاني عند بعضكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة بص شوفوا بقى هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك بس مطلوب منك يا برج الصور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك يعني مطلوب منك تكون ايجابي عندك افكار سلبية كتير عندك جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر اغلب الوقت يعني اغلب اوقات يومك عايشها كده ما بتنامشي كويس خالص يعني انا بطمنك برج الصور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي اه وموفق بازن الله في اغلب امور حياتك اه وانت اصلا فلكيا يا برج الصور في شهر ميو هيكون بنسبلك يعني بداية كل حاجة حلوة نهاية كل سيء من حياتك يعني عاديكم تتفقلوا وتستقبلوا كده اللي جاي بس بس ازاي ما بقول دايما في ابراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية افتحوا ما نفذ الطاقة عندكم شايف عندك حزوص كتير يا برج الصور اه وعندك يعني تدخلات اللي هي في امور في بعض امور حياتك يعني بعد معاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل خصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعطلت عندك عندك فترة جاية اه رائعة بصراحة في انطلاقات جديدة وكبيرة اه شايف عندك يا برج الصور كمان اتصالات فيها يحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير فيه اللقاءات منها هتكون اه يعني اه اه فيها شوية كلام بس مش اه بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني يعني هيحصل فيه لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مش بيت كده على ختيف بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها انتصالات ولقاءات آآ آآ كويسة بالنسبة لك يا برج الصور برج الصور والعاطفة آآ آآ يعني شايف كمان عندكو بعض مواليد برج الصور في الفترة اللي الفترة دي تعارض كتير لخزلان فشل متتالي في علاقات يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج الصور ما خصلش فيها اي اي نجاح يعني كلها علاقات وشايفة فيها انتصال يعني كلها برج الصور ما توفقش فيها شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل مقدكو عامضو مشاكل كمان مع الاهل آآ آآ قلبك قعد لفترة يا برج الصور مكسور ولسا حسست بدا الحد دلوقتي يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لس بحاصة لحد دلوقتي آآ 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 الانفصال اللي أنا شايفه شايف مع أبراج مائية وأبراج نارية وفيه حب كبير كمان يعني برغم البعض ده فيه حب كبير كمان نسبة كبيرة فيه رجوع مع أبراج نيرية إن شاء الله يا رب وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي شايفاك يا برج الصور أنت اتعلمت أنت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفاك قاعد أو كنت تعبين أو كنت بتعيني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني كان هو علمت حاجات كتير وعشان كده أنت هترجع بشكل أفضل يعني سواء حياتك عموما أو حياتك مع الطرف التاني أنتو هترجعوا بشكل أفضل لأن شايفاك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الأمور بشكل أوضح يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلت من الطرف التاني أنت كمان في الفترة دي أنت كنت بتحسب نفسك يعني كنت بتفتكر حاجات أنت كمان بتعملها وبتحسب نفسك عليها قرفت الأخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبة الدنيا عندك دايما أكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني أنك تتعلم وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني أي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا أن احنا نتعلم يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة أو ببلاش بنتعلم بندفع تمن كبير قوي بس في الآخر المهم أن احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا إيه الأخطاء اللي وقعنا فيها إيه اللي نعمله إيه اللي ما نعملوه إيه اللي ما نعملوه إيه ده حصل لك في الفترة دي كمان أو وصلك لأنك تعرف وضع كل شخص في حياتك إذا شكلك كان فيه ناس بتدخل في حياتك أو كان فيه الكلام عن حياتك بتقولوا لأشخاص 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 تانية ما كانش ليها إن هي تعرف حاجة عن حياتك أنت في الفترة دي اتعلمت أنك كل شخص في حياتك لي حدود وليه وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم تعبك دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو يعني الكارثة اللي سلعلك تني انت انت محتاج انك اي حد عمال لك واجع او سبب لك الم يعني واتخدعت منه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريد بيها او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك باجابية. لان انت كمان يا برج الصور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي كيتت بعضكو. زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي. اه وهي اصلا كانت فاكر التوتر في حياتك. اه اه لازم تحاول تصلح ده. اه في علاقات يا برج الصور انت محتاج تسلحها وتشوف الايجابي فيها. ااぁ شايفة عندك استعداد. شايفات مستعدة في الفترة دي انك تبدأ اا وتعمل كده. انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها. شايفاتك مستعدة في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. الزيت لو فيه حد غالي عندك او عزيز كده انت ازعله لازم تصلح جمعين شايف القراءة ايجابية وفيه تطور كبير في معظم امور حياتك ان شاء الله فترة جاية اكتر من رائعة بصراحة الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة السامح يا برج الصور لان شايفة عند البعض الحبيب ندمان جدا عند بعضكم شايفة فيه ندم كبير جدا قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج الصور عايزها ترجع هترجع بالكسامها يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج الصور يسامح شايفة المرتبطين حياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة بس شايفة ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل الطرف التاني يعني وصلته لتعب نفسي وتعب عضوي كمان يعني بقى مكتقب بالطرف التاني عندك يا برج الصور الحبيب الزوج كده فيه مشاكل مادية بيعاني منها وهو تعبين جدا بسبب كده بسبب الضغوط بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله وشايفة المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس بعد درس اتعلمتو انتو والشريك يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده شايفة كان درس قوي جدا ليه بقول درس سوري درس لان انا شايفة انت بتحسب نفسك وهو بيحسب نفسه وبتبصوا على امور كتير تاني في حياتكو وبتبصوا على الناس حواليكو وبتبصوا على الناس انتو دخلتوهم في حياتكو تفكيركو مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو ايه اللي وصل العلاقة لكده ايه وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض ايه كل الحاجات الغلط اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني يعني هو ده اللي انتو نويين عليه ايه ربنا يوفق الجميع ان شاء الله كمان الغير مرتبطين ايه زي ما قلت فترة عاطفية جميلة جاية وفي مقابلة للشريك مناسب ان شاء الله هيكون فيها حب متبادل ايه وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي ايه شفتها في في التوقعات الفلكية ايه افتكرتها دلوقتي انتو فعلا في بعضكو هتكون ايه الحب اللي انت هتقابله واحتمال تكون قابلته كمان ايه هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج السورة يعني بعضكو الحب اللي عنده هيكون الطرف التاني انت بلد وهو بلد تاني ايه ايه شهر موفق ان شاء الله وعام سعيد كله موفق عليكم ان شاء الله ايه مستنية تعليقاتكو ايه ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو الفيديو عذابكو ايه 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 وشكرا للمتابعة برج السورة شكرا ايه 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 اشتركوا في القناة